ناخد مباشرة على طول من اسبانيا عبر زوم خوان كالوس جريدو الموديل الفني الاصبك للنادي الاهلي والاسماعيلي وايضا نادياي فيا ريال وريال بتيس الاسبانيين خوان كالوس جريدو مساء الخير مشرف ومنور في برنامج رقم 10 على تلفزيون المصري مدرب كبير اضار النادي الاهلي في السابق نتحدث مع اخوان كالوس جريدو حصدت بطولة مهمة جدا مع النادي الاهلي هي كونفدرالي الافريقية كيف تنظر لمواجهة النادي الاهلي مع ريال مدريد في نصف نهاية كأس العالم الاندية يوم الاربعاء القادم ستكون مباراة كبيرة وحافلة بين الناديين عريقين لديهم الكثير من الشغف والفريقين من اهم الفراق الممثلة لكرة الاوروبية وكذلك الاهلي هو نظير ريال مدريد على المستوى الافريقي هم فريقين معتدين الفوز ودايما يسعون الى الفوز وكذلك هم ناديين في الوقت الراهن تعد مباراة بين ناديين كلاهما مميز على الصعيد القري مدريد في اوروبا والاهلي في افريقيا يجب على فريق مدريد الحزر لان النادي الاهلي فريق صعب ويتوقع ان يواجه بشراسة انت ضربت النادي الاهلي وتعلم جيدا ان جميع النادي الاهلي لا تنظر الى المنافس حتى لو كان ريال مدريد تتوقع دائما وتحفز لعبية على الفوز دائما هل ترى انه من الممكن ان يفوز النادي الاهلي بهذه المواجهة؟ نعم بالطبع يمكن ان يفوز الاهلي الاهلي كان دوما فريق قوي والتشكيل الحالي والتشكيل الحالي هو قوي جدا وايضا قادر على المنافسة من لاعبين جيدين على المستوى البدني والتقني والتكتيكي انه فريق جيد وفي الواقع يجب ان يكون هناك كثير من التحفيز كذلك الاهلي هو فريق يمثل الفرق التي تمثل القرى الافريقية تستطيع ان تنافس رأسا برأس مع الفرق الاوروبية وايضا اعتقد ان ريال مدريد اخطأ في عدم تقديم افضل اداء في المباراة الاخيرة وكذلك كانت مفاجأة وايضا فريق ريال مدريد هو فريق مفضل لدى الكثير ولدي انا ولكن الاهلي يمكنه احراز المفاجأة في هذه المباراة هتمين لمين بما ان ريال مدريد فريق مفضل بالنسبة لك هتمين لمين في هذه المواجهة تتمنى مين يفوز بهذه المواجهة لا في الحقيق عفوان الريال مدريد ليس فريق مفضل ولكن في هذه الحالة الاهلي هو فريق خاص بالنسبة لي عملت معهم واحرزنا العديد من الالقاب لدي الكثير من الاصدقاء ايضا هنا ومنهم من لا يظل لعبا احتفظ بكثير من الود لهم سأشاهد المباراة ولنرى ماذا سيحدث انت اشتغلت قدام ريال مدريد قبل كده وقت توليك مهمة ريال بتيس وايضا مهمة فيا ريال لعبته قدام ريال مدريد بعض المباريات تقول ايه اللاعبتك قبل هذه المواجهة الكبيرة مواجهة ريال مدريد كنصيحة للاعبي النادي الاهلي قبل هذه المواجهة في الوقت الحالي مدريد لديه اخفاقات كثيرة لديه الكثير من اللاعبين المصابين ولعب الكثير من المباريات في الفترة الاخيرة والفريق مرهق لذلك من المهم ان يحافظ الاهلي على الاداء البدني وهذه الميزة فعلى سبيل المثال مدريد لعب النهاردة مع ميوركا ومع بالانسيا يوم الخميس الفريق موجهد وايضا العديد من الاصابات ميليتاو وميندي وكورتوا ايضا كلهم يعاني الاصابات ولذلك اعتقد ان ريال مدريد يمر بمرحلة صعبة من الارهاق من الاشياء التي يجب على الاهلي اتباعها الاهتمام بالمستوى البدني في المباراة فان مدريد هو في مرحلة من الارهاق حاليا بسبب المباراة الاخيرة في مباراة امام ريال مدريد الاهلي يلعب بطريقة دفاعية ولا يلعب بطريقة فيها بعض المفاجآت الهجومية اعتقد كلا الامرين في كرة القدم يجب الهجوم دائما ومن الممكن ان يكون ان يستحوز ريال مدريد على الكرة اغلب الوقت ولكن الاهلي فريق ايضا زوجودة يجب على الاهلي التركيز في الوجهة الدفاعية وتحديدا في الدفاع وايضا التحضير والضغط والتكتلات الدفاعية يجب استغلال فرصة الارهاق التي يعاني منها فريق مدريد واستغلال الاخطاء وكذلك هناك الكثير من الفرص بالنسبة للاهلي هل شاهدت المباراة النادي الاهلي في كأس العام الاندية حتى الان امام اوكلاند والسياد الامريكي؟ لم يتسنى لي مشاهدة المباريات كاملة ولكن اعتقد ان الاهلي قام بمهمة جيدة الامر كان يتعلق بالتقدم نحو السيمي فاينال او المباراة مقابل الناحية وهذا ما يهم لدي الاعتقد ان الاهلي كان يجب ان يلعب في هذه المباراة هو يستحق ذلك وهذه هي المباراة الهامة التي يجب التركيز عليها لو تعرف اي من اللاعب النادي الاهلي الحاليين تتوقع تعلق مين في مباراة ريال مدريد؟ من المهم ان يكون المجم هو المتعلق هو الفريق كل لدى الاهلي اللاعبين ذو جودة عالية افشا لطالما اعجبني ولكن السناوي ايضا ولكن الشناوي ولكن نعم على الشناوي الحفاظ على الشباك برسيتاو ايضا من اللاعب المهمين لست اريد او لست بالصدد ان اميز بعض اللاعبين لدي اعتقاد ان التقلق يجب ان يكون للفريقة كل للفوز بهذه المباراة يجب ان يكون الدفاع جيد والهجوم كذلك ضاري لاحراز الفوز في المباراة ان شاء الله كارلوس جريدو اخوان كارلوس جريدو المدير الفني اللي اصبك ليه النادي الاهلي وفريقاي فيا ريال وريال بتيس انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في برنامج راكب 10 على التلفزيون المصري النسى ببنز ببيب